تحياتي حلقتنا النهاردة هتكون حلقة دسمة جدا وغنية بالمعلومات لأننا سنناقش فيها الاتهامات التي وجهها الفيلسوف الفرنسي الكبير فولتير للنبي محمد وللإسلام وموقفه من الدين بصفة عامة وماذا قال عن نفسه لكن في الأول هديكم لمحة سريعة عن حياته اسمه الحقيقي فرانسوا ماري أغوي الشهير بفولتير ولد 21 نوفمبر 1694 وتوفي 30 مايو 1778 عن عمر يناهز 84 عام تقريبا ودفن بمقبرة العظماء في فرنسا فولتير كان فيلسوف ومؤلف وشاعر ومؤرخ وكاتب مصرحي وعضو في الجمعية الملكية الفرنسية وفي أكاديمية اللغة الفرنسية عاش خلال فترة عصر التنوير عصر التنوير هو حركة فكرية وفلسفية هيمنت على عالم الأفكار في القرى الأوروبية خلال القرن الثامن عشر واشتهر فولتير باسلوب النقد الأدبي الساخر مما أكسبه كثيرا من العدوات وزع صيته بسبب اسلوبه الساخر هذا وبسبب أيضا دفاعه عن الحريات المدنية وخاصة حرية العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان ولذلك اشتهر فولتير بنقده اللازع للإسلام ولمحمد نبي الإسلام في مصرحيته عن النبي محمد التي سنتناولها بالتفصيل في حلقة النهاردة وحارب أيضا فولتير هيمنت الكنيسة على كل نواحي الحياة في أوروبا في تلك الحقبة الزمنية يعتقد الكثيرون أن فولتير كان ملحدا ولكن هذا غير صحيح بالمرة لأنه كان لبوبي مثله مثل أبو العلاق المعاري كان يعتقد بوجود الله ولم ينكر يوما وجود إله لهذا الكون كما أنه لم يكن ضد الدين في حد ذاته ولكنه كان ضد التعص بالدين والمذهبي الذي كان يؤدي إلى الكراهية والتقاطل بين البشر فولتير كان مع حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التعبير وكان يرى أن الدين هام جدا لتماسك المجتمع ولكن بالنسبة له المشكلة ليست في الدين نفسه ولكن في رجال الدين الذين يحتكرون الدين لأنفسهم ويحتكرون تفسير الآيات لأنفسهم فقط ويقومون بتكفير كل من يعارضهم أو يعارض حتى تفسيرهم هذه فولتير كان يبغى تسلطة رجال الدين وهيمنتهم على كل نواحي الحياة ويتحكمهم في حياة البشر بدون مبرر قال فولتير عن نفسه في كتابه المعجم الفلسفي أني أجهل كيف تكونت وكيف ولت وكيف قضيت ربع حياتي وأن أجهل تماما الأسباب لكل ما رأيت وسمعت وأحسست وكنت ببغاء تلقني ببغوات أخرى ولما حاولت أن أتقدم في الطريق الذي لا نهاية له لم أستطيع أن أجد طريقا معبدا ولا هدفا معينا فوسبت وسبتا أتأمل الأبدية ولكني سقطت في هوتي جهلي طبعا كلمات عميقة وجميلة تعبر عن رغبته الشديدة للوصول للحقيقة واليقين يعني في خلال بحثه عن الحقيقة وأوضح فولتير رؤيته في الدين في كتابه الشهير المعجم الفلسفي حيث تخيل نفسه وهو جالس في مكان جميل يتأمل في الطبيعة وأثناء تأمله هذا شعر بالرهبة من جمال هذه الطبيعة وعظمتها فتسأل أي إله عظيم أبدع وخلق كل هذا الجمال قائلا لنفسه إن الشخص الذي ينكر وجود الله وخالق لهذه الطبيعة فائقة الجمال من المؤكد إنه أحمد وبينما هو يتأمل الطبيعة ويؤكد على وجود خالق عظيم لها يظهر له جني ويتخيل أن هذا الجني أخذه في رحلة وأول شيء يراه فولتير في هذه الرحلة أكوام من العظام والجماجم البشرية فيسأله فولتير ما هذه العظام وما هذه الجماجم البشرية وما الذي سبب كل هذا الموت وهذا الخراب والضمار فأجابه الجني هذه العظام وجماجم كل الذين ماتوا بسبب الحروب النتيجة عن الصراعات الدينية والمذهبية وقال له الجني إنهم اضطروا أن يفصلوا هذه العظام والجماجم البشرية إلى أربع أكوام لأننا إن لم نفعل ذلك كانت هذه العظام والجماجم البشرية ستصل إلى السماء فشعر فولتير بالأسى والألم الشديد لمنظر هذه العظام والجماجم البشرية لأنها لأناس فقدوا حياتهم نتيجة للتعصب الدين والحروب النتيجة عن هذا الصراع الدين المقيد ثم بعد ذلك يأخذه الجني ليستكمل رحلته ليقابل الفيلسوف اليونان العظيم سقراط وعندما يرى فولتير سقراط يسأله لماذا قتلت فيجيبه سقراط بأنه حاول أن يخبر الناس في عصره أن الشمس والقمر ليس بألهة وأن هناك إله واحد فقط للكون ولكن ليست هذه الألهة التي تعبنونها وهذا هو كل ما فعلت مما تسبب باتهامي بالكفر بالألهة وما حاولت إفساد الشباب في أسنة فقتلوني بالسام ثم ينتقل الجني بفولتير ليستكمل رحلته فيرى رجلا ملطخ بالدماء مسقوب اليدين والرجلين مسقوب في جنبه وكان على رأسه إكليل من الشوك فيقف مزهولا من هيئته ويسأل لماذا فعل بك كل هذا وما هي جنايتك فيجيبه السيد المسيح طبعا كان طبعا الشخص ده اللي هو بيمثل السيد المسيح إن كل ما طلبته منهم أن يحبوا الله وأن يحبوا جيرانهم كأنفسهم فوجد فولتير أن هذا الشخص لم يفعل شيء أو جرم يستحق عليه الصلب فقال فولتير للسيد المسيح إذن كل زنبك إنك طلبت منهم أن يحبوا بعضهم بعض وبعد حديث طويل بين فولتير والسيد المسيح يقول فولتير للسيد المسيح سأتخذك معلما لي ومن منطلق هذه الفلسفة وهذا الفكر ومن خلال كل ما سبق نستطيع أن نقول أن خلاصة رأي فولتير في الدين تتلخص في أن الدين يجب أن يجعل الناس تحب بعضها البعض وأن الدين لكي ينتشر يجب أن ينتشر عن طريق المحبة والتسامح وتجنب الكراهية والتعصب والتقاطل لأجل الدين أو محاولة نشر الدين بحد السيف ومن هنا كتب فولتير مسرحيته عن النبي محمد التي هاجمه فيها وهاجم الإسلام ووصف الديانة الإسلامية بأنها ديانة كاذبة بربرية انتشرت بحد السيف وعن طريق الترهيب وبالطبع ظهر ذلك بوضوح في حروب الردة التي تم خلالها إجبار الناس على العودة للإسلام وإما القتل بحد السيف وانتقد فولتير في مسرحيته هذه أخلاق الرسول في تعامله مع أسرى الحرب ومع النساء ووصفه بالنبي الكذاب المدعي وهو نفس الوصف الذي وصفه به عمه أبو لهب وقال فولتير أن السبب الرئيسي لكتابته هذه المسرحية هو أنه يهاجم هذه العقيدة البربرية الزائفة الهمجية ويبين للناس زيفها ودمويتها حسب زعمه بالطبع يعني وتركزت اتهامات فولتير للنبي محمد في عدة نقاط سنتناولها جميعا لنرى إسكان فولتير محق في كل هذه النقاط أو كل هذه الاتهامات أم لا الاتهام الأول للنبي محمد هو أن سبب انتشار دعوته ترجع للظروف الزمنية والمكانية والبيئة التي نشأ فيها حيث أن البيئة التي نشأ فيها كانت تتسم بالجهل والغباء وسرعة التصديق والحماسة الزائدة بلا وعي ولا تفكير وفي هذه البيئة الرخوة المليئة بالجهل والتخلف يسهل إقناعهم بنبوة أي شخص وهذا ما استغله محمد في إدعائه للنبوة وفعلا العصر الذي نشأ فيه النبي محمد كان يسمى بالعصر الجاهلي الاتهام الثاني للنبي محمد من فولتير أنه كان مدعي نبوة وأن القرآن الذي ألفه وأتى به لم يأتي بشيء جديد بل به جهل تام بقوانين المادة والفيزياء وملئ بالأخطاء العلمية والتاريخية واللغوية وأنه كتاب به الكثير من الطيش والحماقة حسب فولتير طبعا الاتهام الثالث من فولتير للنبي محمد أن هدفه الرئيسي من إدعائه للنبوة هو إرضاء شهواته الجنسية المرضية فولتير كان يرى النبي محمد بدوفيل يعني مريض عنده مرض الشهوة الجنسية ده مرض معروف طبعا في علم النفس فهو كان محب للنساء بطريقة مرضية لدرجة أنه تزوج من طفلة لم تتجاوز الست سنوات وعشرها وهي لم تتجاوز التسع سنوات فطبعا ده يعني بالنسبة لفولتير ده إنسان مريض ويحتاج علاج الاتهام الرابع اتهم فولتير النبي محمد عشقه للقتل والسفك الدماء وإرهابه للناس لذلك قال جو على رزقي تحت زل رمحي طبعا هو بيقول مقولة قالها النبي محمد تدل على حبه لسفك الدماء وسرعة يده للقتل طالما قال جو على رزقي تحت زل رمحي فطبعا هذه محبة للقتال وكان يأخذ خمس الغنائم له وحده وهذا طبعا يؤكد على حبه للمال والسلطة والجاه وكل هذه التصرفات ليست تصرفات أنبياء بل تصرفات لس قطع طريق حسب فولتير إنك إنت تكون مسرع للقتل والسابي والغاز فهذه تصرفات لس وليس تصرفات نبي وفي الآخر تأخذ خمس الغنائم لوحدك وهذه بالطبع تصرفات قطع طريق أو رئيس عصابة هو الذي يأخذ النسبة الأكبر من الغنائم له فطبعا بالنسبة لفولتير ده هذا ليس بنبي ولكنه قطع طريق الاتهاب الخامس وصف فولتير غزوات النبي محمد وحبه للجهاد والإغارة على الآخرين بأنه إجرام وليس وحي من السماء لأن حاش لله عز وجل أن ينشر دينه عن طريق النهب والسلب واستعباد النساء وعن طريق حد السيف وذلك لأن الشراع السماوية تتصف بالرحمة والتسامح وتحريم الدم وذلك عكس الرسالة التي أتى بها محمد والتي تعتمد بصورة أساسية على الجهاد والقتل وسفك الدماء لنشر الدين وهذه بالطبع تعاليم شيطانية ومستحيل أن تكون وحي من عند الله عز وجل الاتهام السادس اتهم فولتير النبي محمد أن أكبر الناس على دخول الإسلام بعد أن كان يخيرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتل بحد السيف وبالطبع الناس كانوا يختارون دفع الجزية حتى ينقذوا حياتهم من حد السيف والإرهاب الإسلامي وهذا يؤكد أن الناس كانت تدخل الإسلام بالترهيب وليس عن اقتناع كما يقال ويصل فولتير في الأخير إلى نتيجة واحدة من كل مما سابق طبعا وهي أن الإسلام ليس بدين سماوي ولا بدين تسامح ولا بدين أخلاق وإنما هو دين القمع والشدة والقتل وسفك الدماء مما يجعل المسيحية أفضل منه بكثير حيث المحبة والرحمة والتسامح دي خلاصة اتهمات فولتير للنبي محمد والديانة الإسلامية وفي 17 أغسطس 1745 ميلادية كانت علاقة فولتير برجال الكنيسة سيئة جدا ونكاية فيهم أرسل إلى البابا بندكت الرابع عشر رسالة عن تضرره من رجال الكنيسة وتصرفاتهم وذكر في هذه الرسالة الإسلام بصورة أكثر إيجابية وقال عن الرسول محمد أن دياناته تتسم بالحكمة والصرامة وإن من وضع شريعة المسلمين رجل رهيب عظيم استطاع أن يفرد تعاليمه على أتباعه بالاستبسال في القتال وبحد السيف وهنا فولتير كان يريد أن يستفز بابا الكنيسة لضعفه الشديد في مواجهة رجال الدين في كنيساته الذين يتلعبون بالدين ويتحكمون في حياة الناس ومن المعروف أن في تلك الفترة الزمنية كانت تعاني الكنيسة الكاسوليكية من الفساد ومن ضعف البابا في مواجهة رجال الدين هو من الآخر كده حاب يستفز البابا بأنه يتكلم إيجابيا عن النبي محمد بأن يقول له هذا النصاب المدعي قاطع الطريق سافك الدماء مختصب الأطفال والنساء بالرغم من أنه أفاق لكنه قوي وله حكمة يستطيع بها أن يسيطر على رجالاته ولكن أنت البابا اللي المفروض تملك الحكمة وتملك الإيمان الصحيح الإيمان القويم لا تستطيع أن تتحكم في رجالاتك فكان نوع من أنواع الإغازة كان بيغيز البابا حتى يستفزه حتى يعني يصبح أكثر قوة من الوضع الذي فيه حتى يستطيع يعني التحكم في رجالاته ويسيطر عليهم ولا يتركهم يفعلون ما يريدونه في العباد فطبعا هي دي كانت وجهة نظر فولتير وفي آخر حياة فولتير وقبل وفاته بشهر واحد دخل فولتير في عضوية المنظمة الماسونية وأصبح بردبة مبتدئ ويؤكد الكسرون أن فولتير أقدم على هذه الخطوة إرضاء لصديقه المقرب بن يمين فرانكلاين ولكن ليس عن اقتناعه يعني هو يعني دخل في الماسونية مجرد إرضاء لصديقه ولكن ليس عن اقتناعه وعن رغبة حقيقية يعني كما يقول المؤرخين يعني أنا إن شاء الله يعني قريبا سأعد لكم حالة كاملة عن الماسونية وما هي الماسونية بالزبط يعني ومن أجمل أقوال فولتير التي تستطيع من خلالها فهم شخصيته يعني أنا أقول لكم بعض الأقوال اللي قالها فولتير يعني حتى تستطيع تفهم عقلية هذا الرجل من هذه الأقوال قد أختلف معك في كل كلمة تقولها لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قول ما تريده هنا طبعا يباين واضح جدا أنه هو مع حرية الكلمة فمن حقك أن تقول كل ما تريده دون أن يصادر هذا الحق عليك أحد يعني في الديانة الإسلمية أنت مثلا لا تستطيع أن تقول كل ما تريده وإلا سيتم تكفيرك ويعني والتهمك بأنك مرتدة أو أنك بتزدري الأديان وهكذا لكن هو فولتير مع أنك تقول قول قول اللي أنت عايزه أنت من حقك تقول أي حاجة وليس من حق أحد أن يعني إيه يصادر على كلامك أو حرية رأيك هو دي الفكرة في المقولة دي كل إنسان مدان ومزنب بكل الخير الذي كان يستطيع فعله ولم يفعله هو فولتير كان في داخله إنسان طيب جدا كان يعني بالنسبة له أي إنسان يستطيع يفعل خير ولم يفعله فهو مزنب يعني في حق نفسه وفي حق الخالق ومن مقالاته الجميلة أيضا الخلاف الطويل يعني أن كل الطرفين على خطأ وأنا برضو معاه في هذه المقولة طالما الخلاف دام فترة طويلة جدا فأعتقد أن الطرفين فعلا على خطأ بالمال لا تعرف نفسك وبدون المال لا يعرفك أحد ويقول فولتير أيضا لابد أنه في غاية الجهل فهو يجيب على كل سؤال يطرح عليه ودي الحقيقة يعني مقولة قوية جدا عندما تتجه إلى شخص ما وخاصة رجال الدين سواء الإسلام أو المسيح وتجد هذا الرجل أو هذا رجل الدين يجيبك على كل أسئلتك ولا يقول لا أعرف فتعرف إنه إنسان جاهل لأنه مش طبيعي إنه يعرف يجيبك على كل الأسئلة طالما يجيبك ويسترسل في الإجابة تعرف إن هذا نوع من أنواع الجهل وإنه بيقول أي كلام في أي كلام عندما تقول لا أعرف فأحيانا هذا يكون المعرفة الحقيقية وسقرات قالي الكلام ده للحكمة إنك تقول لا أعرف لكن إنك تقول أعرف وإنت يعني بتهبد بتقول أي كلام في أي كلام طبعا يعني ده نوع من أنواع الجهل فصدق طبعا فولتير في مقولاته هذه عندما يكون الحديث عن المال فإن كل الناس على دين واحد طبعا برضو مقولة فيها كثير من الحكمة طبعا لو لا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم ودي حقيقة النسيان ده نعمة كبيرة من الخالق طبعا لا يوجد رجل فاشل ولكن هناك رجل بدأ من القاع وبقى فيه وبرضو هذه مقولة جميلة جدا ما فيش حاجة إنك أنت إنسان فاشل لكن أنت رجل بدون إرادة لا تريد أن تتعلم لا تريد أن ترى الحقيقة رجل مثل النعام الذي يعني يغلق عينيه ويدفن رأسه في الرمال طبعا هذه النوعية من الرجال أو البشر طبعا بتبقى يعني ناس فاشلة لأن هو أراد أن يعيش فاشل لكن بالإرادة يستطيع أن يتقدم طبعا إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي عليه وأنام مرتاحا ومطمئنا هو حجر أمي والطبع هذه مقولة حقيقية لن تجد الراحة والأمان إلا في حجر أمك طبعا أحكم على الشخص من أسئلته لا من أجوباته طبعا مقولة جميلة جدا وفعلا أنت تستطيع أن تحكم على الشخص الذي أمامك من خلال أسئلته لك فلو وجدت أنها أسئلة فيها فطبعا هتعرف أنه إنسان فارغ من داخله أو محدود العقل مثل ما يسألك مثلا هو المفروض أدخل الحمام برجل اليمين ولا الشمال طبعا هتعرف أكيد أنه إنسان فارغ يعني هذا الرجل هيدخل الجنة ولا هيدخل النار أسئلة يعني فارغة أنت ما لك هيدخل الجنة ولا النار فأنت تعرف عقلية الإنسان اللي أمامك من خلال الأسئلة اللي بيوجهها إذ كان يملك عقل راجح أو عقل فارغ طبعا أنا مع فولتير في هذه المقولة مقولة أخيرة أيضا لفولتير يعني حتى لا أطل عليكم إن الذي يقول لك اعتقد ما أعتقده أنا وإلا لعنك الله سيقول لك يوما أو بعد قليل اعتقد ما أعتقده هو إلا قتلتك طبعا مقولة واضحة جدا وهنا فولتير يعني يحارب تسلط رجال الدين على البشر في إنه يجب على هذا الإنسان المتلقي من رجل الدين أن يعبد ما هو يعبده أو يعتنق نفس الأفكار فبيقولك طالما بيقولك كده أعرف إن في يوم من الأيام هيجي ويقولك لو ما اعتقدتش اللي أنا باعتقده سأقتلك طبعا هو يعني بيقول كلام صحيح يعني فولتير حقيقي يعني يعني رجل حكيم بمعنى الكلمة واضح جدا يعني من خلال هذه المقولات الرائعة العميقة كم كان هذا الرجل فيلسوف عظيم وحكيم بمعنى الكلمة أنا لن أطيل عليكم أكثر من ذلك أحب طبعا أسمع أراءكم في شخصية الفيلسوف الفرنسي فولتير والاتهامات التي وجهها للنبي محمد وللإسلام وهل أنت مع أو ضد وطبعا أتمنى تقول للأسباب لن أطيل عليكم أكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى بالطبع إنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبعا مساءكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة